شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمر عبد الرحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعي ولد رحمه الله سنة ثمان وثمانين وكان يسكن بمحلة الأوزاع بدمشق ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أمات حدث عن عطاء بن أبي رباح وأبي جعفر الباقر وعمر بن شعيب ومكحول وقتادة والزهري وغيرهم وروا عنه الزهري ويحيى بن أبي كثير وهما من شيوخه وشعبة والثوري ومالك وابن المبارك وخلق كثير كان خيرا فاضلا حجة مأمونة كثير العلم والفقه والحديث قال إسماعيل بن عياش سمعت الناس في سنة أربعين ومئة يقولون الأوزاعي اليوم عالم الأمة وقال ابن المبارك لو قيل لي اختر لهذه الأمة لاخترت سفيان الثوري والأوزاعي ولو قيل لي اختر أحدهما لاخترت الأوزاعي لأنه أرفق الرجلين جمع الأوزاعي إلى علمه عملا وعبادة وكان يتأسى بما كان عليه السلف قال الوليد بن مزيد كان الأوزاعي من العبادة على شيء ما سمعنا بأحد قوي عليه ما أتى عليه زوال قط أي وقت ظهيرة إلا وهو قائم يصلي وقال الوليد بن مسلم رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله تعالى واتفقه في دينه من أقواله رحمه الله من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه ومن أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة توفي الأوزاعي في صفر سنة سبع وخمسين ومئة للهجرة رحمه الله ورضي عنه